هؤلاء الذين ترون أنه وفقوا في حياتهم كانت أكو زوايا غيبية في حياتهم وشنو هاي زاوية الغيبية الدعاء الآن أنا شفت خطيب متفوق قبل ليالي قلت له أنا أظن أن هذا التفوق اللي عندك هذا دعاء أبوك لو دعاء أمك لأن أعرف أبوه أنا أبو رجل متدين هذا دعاء أبوك لازم يكون أو دعاء أمك أو واحد من آبائك من أجدادك قال إيه هذا دعاء أبوك أو أمك لا أنا ما عندي شيء أكو زوايا غيبية في حيات الأفراد فإحنا في الواقع يجب علينا أن لا نكتفي بالتوجه الإضطراري التوجه الإضطراري جيد الله تعالى يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا الله يقبل ولو هذه على كل حال مو من الأدب أنه واحد فقط في إبان الإضطرار يروح إلى الله سبحانه لكن الله بكرمه بلطفه يقبل ولكن واحد أولا يجب أنه دائما يشعر أنه في حالة اضطرار وثانيا حتى إذا كان في حالة الإختيار يجب أن يطلب ويتوسى المعادلة مع الله ومع أولياء الله سبحانه وتعالى أخذ وطالب لأنهم منبع الكرامة منبع الرحمة منبع الجود وإذا واحد ما طالب وما أخذ فاللوم عليه اشتركوا في القناة